موسيقى بسم الله الرحمن الرحمن بالأمس اجتمعت دول المجلس الخليجي وخرجت بقرار إعلان حزب الله منظم إرهاب كم انتظرنا حتى يعلنوا على أن حزب الله منظم إرهاب كم قتل في لبنان كم قتل في سوريا كم قتل في العراق كم قتل في اليمن كم قتل تأخرتم كثيرا لأن أمريكا والغرب لا يريدون إقحام حزب الله في لائحة الإرهاب كل لائحة الإرهاب الغربية تضم الحركات الإسلامية السنية هل مرعا كونجرس في أمريكا يدرجه الإخواء المسلمين إخواء المسلمين عباد الله في لائحة الإرهاب أوروبا تقرر الأخير أنها تريد أن تضم معنى أن العالم كله متجه لكي يحارب الإسلام المعتدل صحيح بالله وهذه الطوائف الشيعية علش القتيلة اللي قتلته لحد الآن لا تصنف إرهابي علش لأنها متعاونة الصفويين الصليبيين من بكرة وإحنا كنقولها تعرفوا البرحة المقدادية واسبوقة في المطلب المقدادية في العالم المراسل يبكي الميليشيات تعالى حشد الشعبي الشيعي تقتل الناس في الشوارع وفي البيوت وكبيرهم ينفخ فيه مكبر الصوت يقول لا مكان لكم يا أهل السنة في هذه الأرض ويحرق للمساجد البارحة يبكي يا ناس ما تبكي قالوا أنا مش هو عند شيخ إحدى القبائل السنية فذابحوه فذابحوه البارحة ما نجلوش بالإرهابيين واليوم في تونس اجتمع وزراء الداخلية العرب يوم بعد ذلك قرر وزراء الداخلية العرب إدراج حزب الله في لائحة الإرهاب بنتهم الهارة لائحة الإرهاب اعترضت على ذلك لبنان والعراق و معروف يعني الدول التي ترفض هذا لكن في المجمل الآن أن الدول العربية أدرجته لماذا أدرجت لأن السعودية أدرجتها ولأن السعودية الآن بفضل السياسة السابقة حين تأخرت في مثل هذه القرارات وصلتها النيران من كلها حدد مع سوريا مهددة مع العراق مهددة مع اليمن مهددة وفي شرق السعودي واسمه كي الشيعة تأخرت بزار ووقف النظام السابق للسعودي مع الأسف مع السيسي الذي يقف مع من مع الشيعة حزب الله في زيارة إلى مصر لتقوية العلاقات وقال جئنا لنعزي النظام المصري في وفاة قيدوم الصحافة محمد حسنين هيكل شهد مشكلة ولذلك المهم يجي لها الكلمة واسموها أننا أخيرا وبعد دماء وآلام وأشلاء العرب يدرجون هؤلاء الذين فعلوا في الأمة ما لم يفعلوا الصاينة أدرجوهم الآن وماذا بعد ماذا بعد أن تصادر أموالهم أن يمنعوا من زيارة الدول العربية وماذا بعد أن أي شيعي في بلاد المسلمين ينبغي لكل دولة أن تتعامل معهم بالحزم لأنهم مشروع قلاق وفتا في الأمة في المغرب يمنع القرارة في المغرب كم صارختوا في الجامعات وحذروا المغاربة من التشيئة والحمد لله الذي وصلنا إلى أن العرب اجتمعوا وأدرجوا هؤلاء في لائحة الإرهاب ولذلك هذه المسألة منسجمة مع قناعاتنا كمسلمين لأننا نعرف عقائدهم ونعرف تاريخهم ونعرف مؤامراتهم ونعيش اليوم إجرامهم لم يسلم منهم مسجد ولا شيخ ولا طفل ولذلك نحن نريد من المغرب أنه في حالة ما إذا أراد هؤلاء فيخرجوا على الإعلام ويطالبوا بإعطائهم الحق في الظهور العلني ويعلنون أنهم يتبعون ولي الفقه يجب أن نصدر قرارات وطنية كما هو في ماليزيا عن منع ما يسمى بالتشيء في أراضي أهل السنة نريد من الحكومة المغربية بعد القرار التي أجمعت عليه الدول العربية بأن حزب الله الموالي لولاية الفقه وعباد ما يسمى بخميناي ومشروع تشيع الأمة نريد أن يصدر قانون يصادق عليه مجلس النواب انت منع تشيع في بلادنا زيد وملاحقة هؤلاء الشيعة الذين يسبون في بلادنا أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة على الملأ أرفع هذا الصوت لله قبل أن يستفحل أمرهم فإن معظم الشرر مبدأه زيد معظم النار من مستصغر الشرر معظم النار تبدأ بشرارة صغيرة فعلينا أن نئد هذا الأمر في مهده انسجاما مع هذا القرار العربي حتى إن شاء الله ننجي ونجنب بلادنا في المستقبل هذا الذي يقع في سوريا وفي العراق وفي اليمن وكل هذه الحكومة والمغاربة احذروا التشيع يا مغاربة يأتيكم التشيع من بلجيكا يأتيكم التشيع من بعض المتشيعين هنا احذروهم زيد و لا لا احذرهم زيد وزيد وأقيموا عليهم الحجة هكذا يتعاملون مع علماء الأمة احذروهم احذروهم وصلوا الله على حبيبنا اشتركوا في القناة